تعرف حبائي منشوفها كتير كتير ولد او ابن بقامن يعني احنا ربعرف قصة صديق لقلي من الجزائر سلم حياته للمسيح امه وخالته رموا من الدرج من الطابق الثالث من فوق محاولة انه يقتلوا ليه اليهودي لما بقامن شخص يهودي بالمسيح بيعملوا له جنازة كأنه الانسان مات خلاص كأنه مش موجود يحرم من المراث في التعليم الاسلامي طبعا فكرة انك ترتد عن دينك القتل اوكي من بدل دينه فاقتلوه فالفكرة احبائي انه اعداء الانسان اهل بيته حتى زوجة وبنتها الزوج قطعهم بالسكة عاشوا ما متوش لكن تشوهوا ليه بكل بساطة يظنون انهم يقدمون خدمة لله كم من الناس اللي فعلا اللي بتشاهد سواء مسيحي مسلم بتآمن بالرب يسوع المسيح بتكون عايش حياة الخطي والشر واول ما بيقوم عليك اهل بيتك اهل بيتك نفسا بيقوموك وبيتطهدوه فاذا واضح انه المسيح كان بيتكلم لليهود عندهم الكونسبت عندهم الفكرة بحاسب تعليم التلمود لما بيجي المسيح المسيح الدنيا رح تقوم على بعضها رح البعض يصدق والبعض الاخر مش رح يصدق البعض رح يقامن والبعض الاخر مش رح يقامن بنفس البيت السيف رح يضرب الزوج رح تقامن الزوج ممكن ما يكون مؤمن البنت رح تكون مؤمنة والابن مش رح يكون مؤمن الكنة الحماة وهكذا في نفس البيت حتى اعداء الانسان اهل بيته واليوم نشوف هاي الرسالة في كل مكان كتير ناس بتيجي للمسيح فسيف الانقسام او التفريق بيعمل وهاي رسالة المسيح فعلا هو يجمع من ناحية لكنه يفرق لانه لا يوجد اي تنازل اذا بتحب اي شيء في هذا الوجود قبل او اهم من المسيح او اولوية اخرى فانت لا تستحق المسيح